طب ازاي الناس تتعافى ده انت بتتكلم عن موضوع خطر قوي بتتكلم على واحد يخطفه ولزاك رسول الله علمنا تعليمة مهمة جدا الراحمون يرحمهم الرحمن وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الناس اللي بيعيشوا دور الضحية ده احنا مش بنتهمهم بس بس هم كمان لازم يساعدون عشان التعافي ازاي بقى الناس تتعافى من دور الضحية الانسان عشان يتعافى من عقلية الضحية دي محتاج يرسخ جوا قيمة من القيم اللي لابد يعتبرها عشان هي عمود الحياة و هي موجودة في قولي تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله علي و هي قيمة الرجولة يعني ايه قيمة الرجولة يعني لازم يبقى راجل يعني ايه الرجال مش بيتبرقوا من المسئولية و بيعرفوا ازاي يتعاملوا مع الاوجاع و بيحولوها لنور مش لظلمة و يعيشوا في حياتهم من غير ظلمة في اللي بيسترد قيمة الرجولة بيسترد مفاتيح السعادة طب ازاي نكون رجالة يعني انا مش تتغرب او ما و فيه ذكر لا اعلى فكرة قيمة الرجولة دي تنفع للذكر والانس الانسان يبقى راجل راجل يعني ايه الرجولة عبارة عن منظومة قيم بتشجلها سبع قيم مهمين نعد مع بعض اللي سمحت اول قيمة عشان الواحد يبقى راجل و ما يبقاش عنده عنده استهلاك دور الضحية والمظلومية اول حاجة الصدق الانسان لما يكون صادق مع نفسه و ما بيحاولش يتنصل من المسئولية و يقول انا دي مش مسئوليتي و يعيش بقولي تعالى بل الانسان على نفسه بصيرة يتخلص من دور المظلومية حتى اني الشهامة يعني الاخلاق الكريمة الشهامة يعني يبقى عنده اخلاق كريمة مش اني ابحث عن اعلى لبح من الخلق ولا من الخلق يعني ما حاولش الناس الى سلع ابيعي واشتري فيها ولا احاول الاخلاق اللي بيني وبينهم الى سرع ابيعها واشتريها لأي حد هيدفع و لزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا حاجة مهمة اوي ان الاخلاق مطلقة ما لا اجدعوا بالناس ليس الواصل بالمكافئ يعني لو ما لقيتش حد يرد على خلق بخلق هستمروا في الخلق لان ليس الواصل بالمكافئ الحاجة التالتة يبقى الصدق والشهامة والمسئولية مش من المسئولية لما تلاقي حبيب ليك قصر في حقك فتقول وليه اهتم بي وهم اصر في حقك انا لا ما ينفعش عشان كلكم رعين وكلكم مسؤولين عن رعياتي فيه مسئولية فأولادي لو اصروا في حقي هاتحمل مسئوليته وزوجتي لو اصرت في حقي هاتحمل مسئوليتها ليه كلكم رعين وكلكم مسؤولين عن رعياتي الصفة الرابعة الصبر ما فيش راجل إلا وهو صابر إنك تصبر على الناس مش عشان حد مرة أزاك بكلمة يبقى خلاص تعتبره عدوك ويمكن هو ما خدش باله ويمكن هو أصلا ما عرفش إن دايق زيك هل دايق يخليني مش متوجهم إحنا قلنا إن فيه صفة ما هي صفة الصبر الصفة الخامسة القرب القرب وسعة الصدر إن أنت تبقى وريب من الناس واسع الصدر إن الناس إيه اللي حصل إن الإنسان ما يخافش من الاعتذار لما تورغ تعتذر وتكون قريب ترجع من قريب وتكون قادرة على الاعتراف بخطأك ما تقوحش الإنسان اللي عنده مظلومات تلاقيه بيقوح قوي تلاقيه بيجدل جدل غريب قوي جدا 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له الصحابي أنت تربطني على صدري فرسول الله يكشف له صدر عشان آه يا الله على جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقى قريب رقم ستة النجدة ما فيش راجل ما بينجدش الناس إن الواحد تعود على إنه يسعي في الناس باللي يقدر عليه لما يسعي في الناس باللي يقدر عليه ما يبقاش فاضل المظلومية أيه هو خلاص عا يلاقي نفسه كأنه بيحب الناس طول الوقت سابع صفة والصفة المهمة الالتزام الرجول استقام وقال لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ما أن غضغ يبقى إيه اللي حاصل؟ الواحد المستقيم على طول ده يبقى راجل وعشان كده في مجموعة أجراءات بقى تساعدنا إن إحنا نخرج من دور الضحية ونعيش بالرجولة أول إجراء سارع بالتوبة وما تبررش زنبك وتقول أعمل إيه؟ ما أنا عندي احتياجات لا توب توب لي ربنا سبحانه وتعالى ولو كانت زنبك زي الجبال بس توب بصدق توب بصدق إيه؟ وربنا هيتولى أمره ومعنى أن أنت توب بصدق ما تقولش لربنا إيه؟ أنا عاتوب بس إيه؟ بلاش الزنب ده يعني إيه؟ سمحني فيه بقى لأ توب طوب نصوحة توب بصدق تاني حاجة بادر إلى الطاعة بنية إن ربنا رزقك الاستقام سارع إلى الصلاة وما تتلككش بلاش الكسل الكسل بيقتل الجسل قاتل عشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الكسل تالت إجراء بقى ممكن تعمله عشان تخرج بقى من دور البحية وتروح على كمان على الرجولة خليك صاحب حنان خليك حنين ما تقفش على الناس لما حد يعمل معك حاجة وما تقفش للناس على الوحدة رابع حاجة كن صاحب إتقان في العمل أي حاجة بتتعلمها لازم تتقنها وتتعلم لها حاجة جديدة يعني كل يوم تعلم حاجة جديدة في عملك رقم خمسة لما تبدأ عمل قول كده توكلت على الله أي عمل تبدأ وقول توكلت على الله واستمر في العمل ولو كان قليل وما تقفش القليل عايزيت رقم ستة عيد نظرك في النعم وأعرف أن النعم ده بحر واسع الإنسان يغرق فيه وعشان كده اتعود أن أنت تغرق في النعم لأن النعم بحر ما ينتهيش سابع حاجة وآخر حاجة حاول كل يوم تعمل خدمة والخدمة دي تنور قلبك وتسعدك ويا سلام لو كانت الخدمة دي لحد الأهل بيتك كل ما تخدم حد من أهل بيتك هتحس أن البيت بيتتسع كل ما كان هتزود فيه خدمة هتلاقيه بيتتسع لو مشيت على ده وعشتي في ده كل ده هيخليك تسعد وتتهن يا سيدي كل ما تعمل الكلام ده كل ما تكون أحسن كل ما تكون أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لك الخير واجعلك من سعداء الدارين دوما يا رب العالمين اللهم أخرجنا من سجن الضحايا واجعلنا من أهل النعم والعطايا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين